أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الاتفاقيات الإبراهيمية كسرت الحواجز التي تراكمت عبر السنوات في المنطقة وقال قرقاش في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا أن المنطقة تحتاج إلى أجندة قائمة على التعايش والتسامح مؤكدا أن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أولوية